السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مرحبا بالجميع مرحبا من متتبعي القناة أم يقين غوديزان مرحبا بكم شكرا على التعليقات اللي رح يدعمني شكرا لكم جميعا اليوم جبت لكم اختبار جديد في الفصل الثاني إن شاء الله يعجبكم وإلا عجبكم ما تنساوش جام بارتاجي اي أبوني فعلوا الرنة باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله نبدأوا بالنص مع بعض التعليقات النص سيتكلم منه على الجفاف الجفاف هي كارثة طبيعية خطيرة جدا توصل العديد من الكائنات للموت حتى النباتات والحيوانات وكل الكائنات الإنسان كذلك لا يلقى الماء للشرب لأن المياه تنزل وتنقص في السدود الحيوانات تضعف حتى توصل للموت والنباتات تتلف فهي كارثة طبيعية مميتة إدن هذا هو النص redact week إن شاء الله تكونوا فهمتون litigation نروحوا لأسئلة النص لست观تبون إلى الكرت بدأوا معاقى لأتيش t discount نمرو 1 إختيارة لجواب الصحيح الاسيشخش هل التعليقات لإنشارة نشaring وإنشارة نشأن そعة المياه هل 삼 الأس increment وان reverberi 2- Pourquoi les animaux meurent ? نحاوس عليها في النص نلقاو الجواب 3- Le mot soudanye veut dire الكلمة المسطرة يعني نعطو المعنى التاح Les animaux deviennent fragiles فرجل هادي المعنى التاحة هو فورت فابل و غابيد فورت فابل و غابيد نختار الجواب الصحيح رحو للسؤال الرابع اكري l'adverb de l'adjectif dangereuse c'est un adjectif qualificatif ou féminin لكم dirou li l'adverb l'adverb anna denna video مخassass li بشارح الموبassat l'adverb ki fèch l'adverb à partir d'un adjectif نروح نشوفو الدرس نحطو l'adverb de l'adjectif dangereuse 5- Komplet aujourd'hui le niveau d'eau بس hier le niveau d'eau demain le niveau d'eau نشوف جو تلكم ديمن كي اتو Kom Komplet ياتيكم جملة كياملة نشوف الفرق ببين جملة لو لو تيانيا و تيانيا لابر is نكتب في المدكر لاسيشخيس اي دانجوريز اي مرتل اعطوني لاسيشخيس في زوج بدلو للي وي هوا لاسيشخيس اعطوني لسيزم لسيزم سيزم ستا نان او مرتل اي احنا ديما نقولو اي لو ال اي اي بندله نعمالما من بدلح نبدل دانجوريز ونبدل مرتل ونرحو نشوفو ودعية الادماجية مع بعض فو مع بعض لابعض المترجم للقناة 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 إن شاء الله استفاديتوا ماذا بكم تحطوا لي جيم وتخلوا لي تعليق اللي يشجعني ونشكركم بزيف بارتاجي الماكسيموم فعلوا الرنب هيس لكم كل جديد ونرقم في فيديو آخر إن شاء الله